اهلا وسهلا بكم في سلسلة كومبيوتر هاردوير 101 اللي هي اساسيات ومكونات الكمبيوتر الحالة دي هتتكلم عن التخزين او الستوريج الكمبيوتر بيخزن البيانات بتاعتنا البيانات بتاعتنا دي او المعلومات بتاعتنا دي زي اي مثلا تيكتست كتابة ارقام صور ممكن ملفات صوتية ملفات فيديو ممكن البرامج والاعدادات البرمجيات كل الحاجات دي او برا عن بيانات اللي بتتخزن في الكمبيوتر في وحدات التخزين طيب بتتخزن في شكل شكل ايه بتتخزن كل السيارة دي وأعرفتنا كلها تتخزن في الشكل اصفار الوحاية طيب انا عاية اعرف الكمبيوتر بتاعي اقدر يخزن ادي اا عن الكورم موضوعي اي المقياسات والتقصيصات الخاصING في هذا الموضوع 9 المقياسات بناخلي بيخزن ا Stein 9 الطالب ايه المقياسات التي نستخدمها عشان نقيس التخزين ف الكمبيوتر اول مقياس هم مقصين اتنين بالزبط كباثتي size space ترتدت اسماء نفس الحاجة كباثتي او القدرة التخزينية او المساحة او المكان يقدر يخزن فيه الكمبيوتر يتقاس عن طريق وحدات قياس عادية خالص بالساعتين نبقى فاهمين وحدات قياس احنا قلنا بيانات دي بتتخزن على شكل صفار وحايد كل اربع ديجيتس جنب بعض سواء كانت اصفار او حايد اسمها بت فكل تمانية بت بيعملوا بايت طيب كل 1024 بايت بيعملوا حاجة اسمها كيدو بايت كل دي واحدات تخزين كل 1024 كيدو بايت بيعملوا حاجة اسمها ميجا بايت وكل 1024 ميجا بايت بتعمل حاجة اسمها جيجا بايت وكل 1024 جيجا بايت تعمل حاجة اسمها تيرا بايت وكل 1024 تيرا بايت تعمل حاجة اسمها بيتا بايت يبقى لما تيجي تقيس كمبيوتر مثلا عايز تشوف انه كمبيوتر بيخزن اكتر لقيت كمبيوتر بيخزن مثلا 100 جيجا وكمبيوتر تاني الهارد ديسك بتاعه مثلا 80 جيجا يبقى مين التخزين بتاعه اكتر 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 100 جيجا بس لازم تبقى فاهم من الجيجا بايت ديت اكبر من الميجا بايت ولازم تبقى فاهم من خريطة القصادة ديت طبعا اغلب الهاردات دلوقتي بتتأثبت تيرا بايت سواء كانت هاردات HDD او هاردات SSD هنتكلم معانا كمان شوائي التاني مقياس معانا هنا في المقياسات التخزين في الكمبيوتر هي السرعة زي ما اتكلمنا مرة فاتت وهنتكلم برضو الحلقة الجاية عن موضوع السرعة دوت لان هي كل حاجة في الكمبيوتر معمول على اساس النوابه سريع طيب هنا هنتكلم عن سرعة ايه التحميل سرعة اللودنج او التحميل او الكراءة هي سرعة اللي وحدة التخزين بتقرأ البيانات وطلحها للكمبيوتر تمام ببعندنا مثلا هارد ديسك بيقرأ الحاجات ديت ويروح يطلحها للكمبيوتر في حاجة تانية اسمها سيفينج بقى التسجيل او الكتابه وديت هي السرعة اللي بتقدر بها وحدة التخزين تستقبل البيانات طيب بتتأسس زي السرعة ديت نفس الوحدات اللي فوق ديت بس في الثانية يعني بدل ما ميجا بايت ستبقى ميجا بايت في الثانية يعني كم ميجا بايت في الثانية كم كيلو بايت في الثانية كم جيجا بايت في الثانية احيانا في بعض بايتات التخزين بتوصل بسرعة جيجا بايت في الثانية طيب ايه هي انواع للتخزين بقى؟ دي دي الموضوع المهم دي اللي هيفيدك تشتري اكتر من اللاب لكده يعني هو انك تبعرف ايه انواع التخزين عندنا اول حاجة حاجات بتتحط جوه الكمبيوتر اول حاجة موجودة طبعا هي الهارد ديسك درايفز او الـ HDDs ده اول نوع معنا الهارد ديسك دوت بيبقى في منه حجمين 3.5 انش و 2.5 انش طبعا 2.5 انش غالبا بيبقى في اللاب توبات و 3.5 انش بيبقى غالبا في الكمبيوترات النوع دوت اسمه بيتوصل بكابل اسمه ساتا كان زمان فيه كابل اسمه IDE ده بيبقى بنستخدم كابلات الساتا وده بيبقى شكله ده كابل الساتا هوت ودوت اللي بيوصل الكهرباء الهارد ديسك دوت بيبقى شكل هاردات الـ 2.5 انش ده بيبقى شكل هاردات الـ 3.5 انش من جوه هتلاحظوا انها نفس الشكل تقريبا عبارة عن ابرة مغناطيسية وبتقرأ من على سطوانة ممغناطة ومن وره بيبقى فيه زي واحدة التحكم هي اللي بيبقى فيها زي جدول كبير خالص متسجل عليها البيانات متخزينها فينه ولما بتحتاج البيانات بتروح الابرة على المكان وتبتدي تقرأ المغناطة وتطلع عليك الاسفار الوحي لو فيه مغناطة يبقى واحد مفيش مغناطة يبقى صفر اللي بيحصل ان السطوانة ديت بتدور بسرعة عالية جدا فيه 5000RPM فيه 7200RPM فيه 10000RPM وهي بتلف الابرة المغناطيسية ديت بتقرأ بيانات من عليها وهي الابرة ديت متتشافش بالعين المجردة لانها في حجمه صغير جدا 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 المغناطة بتتحول الاسفار الوحيد وبتترجم بعد كده وبتروح للكمبيوتر طبعا التقنية ديت قديمة جدا موجودة ببلا فترة طويلة سعرها رخيص جدا ولكن تقدر تخزن البيانات لفترات طويلة من غير ما اكسالها اي حاجة لكن ضعيف جدا الهرد ديسك دوت لو تعرض لتراب او اتخبط خبطة جديدة او اي حاجة بيبص بص وده خلى ان الناس تدور على نوع جديد من الهردات وهي الاس اس دي اللي هنتكلم عنها دلوقت تاني حاجة معنا النهاردة هي سودي ستيت درايفز او اس اس ديز وديت عبارة عن ميموري زي ما شفته في الفيديو الهرد ديسك بيبقى عبارة عن إبرة وستوانة وحاجات لا لسه مورها لكل دلوقت لكن سودي ستيت درايف ديت عبارة عن ميموري ميفوش اجزاء متحركة وطبعا دوت عمل طفرة في التخزين وفي سرعة التخزين جدا فيه منه ال 2.5 انش ودوت المشهور جدا وده المتاح لكلنا نستخدمه المتاح لمستخدمين عادي بعض الشركات حاولت تعمل منه ال 3.5 انش بس دوت مش متوفر قوي فيه طبعا عندنا نوع من التخزين وده اسمه M.2 فيه كمان M.4 بس مش هكلم عنه الحلقه دي المشهور دلوقتي M.2 M.2 دوت مش بيستخدم كابل مش بيتوصل بكابل جوه الموتربورد دوت بيتحط في الموتربورد على طول بلغدين في الموتربورد على طول فيه منه بس مهم انك تبعرف الأحجام ديت أو الرقمين هنا بيدلوا على ال 70 هو 22 ده بيدلوا على العرض دوت أما ال 3 أرقام بعد كده أو الرقمين بعد كده ده بيدلوا على طوله فطبعا على حسب المساحة الموجودة في الموتربورد بتشوف الكتالوج الموتربورد مكتوب فيها ايه وتروح تشتري M.2 SSD اللي بيبقى مكتوب عليه الرقم المناسب للموتربورد بتاعلك فيه ايه كمان فيه external فيه حاجات خارجية بتركب في الكمبيتر من بره مش جوه زي طبعا كلنا عارفينها الفلاشات دي بتركب في الكمبيتر من بره فلاش درايفس وCD و DVD و Blu-ray دول 3 نوع مختلفة من الاسطوعنات طبعا بلوراي دي أحدث حاجة وكمان دي طريقة عرض بيستخدمه فيها في الأفلام عادة وفيه external hard drives فيه هاردات بتتوصل USB مبره زي ما انتم شايفين في الصورة كده وفيه كمان memory cards اللي هي الميموري تضيي لها أحجام وليها إمكانيات برضه بس طبعا مشهور اللي هي الميموري صغيرة زي اللي بتركب في الموبايل كده وبيبقى جاي معاها مثلا كونفيرتر يركب على كل لابتوب مثلا او بيبقى فيه منها الأحجام الكبيرة ديت تركب على لابتوبات والكاميرات وكده بس طبعا حلقة الستورج حلقة صغيرة جدا لو عاوزين تسألونا اسئلة تداري تسألوها في الكومنتات الفيديو اللي بعد كده هيظهر في المكان دوت والبلاي لست كلها السلسلة كلها في المكان دوت تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد شكرا جزيرة شكرا 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 شكرا